هل احتفل مقاتلو طالبان بالرقص على أنغام الموسيقى الغربية؟ وما هي القوانين التي كانت النهضة تسعى لتطبيقها وتم إفشالها؟ ولماذا ندم مدير CIA يعلم ما أسفر عنه الربيع العربي؟ هذه الأسئلة وغيرها نجيب عنها في حلقة اليوم من بوليغراف أهلا بكم مرحبا بكم إلى بروبا جندا أولى فقرات برنامجنا حيث نفند الأخبار التي نعتقد أن وراءها دوافع سياسية الحسابات وصفحات الوطنية المصرية استغلت الأحداث في أفغانستان لترويج لمنشور موحد يحتوي على جملة قصيرة تقول بعد أول خطبة جمعة من كابل الإمام الطالباني يطلب من الأهالي تسليم بناتهم فوق سن الخمسة عشر للزواج كهدية للمجاهدين بعض الحسابات أضافت تعليقات من نوع احمدوا ربنا واشكروا على نعمة الجيش المصري الإخوان لو كملوا في الحكم هو دل كان حيحصل بالبحث عن حقيقة الخبر المتداول تبين أنه مفبرك حيث أن حركة طالبان لم تطلب خلال خطبة أول جمعة بتسليم الفتيات فوق سن الخمسة عشر عاما للزواج من مقاتليها لكنها دعت الآئمة الأفغان إلى مواجهة تقارير السلبية عن الحركة وطمأنة الناس وثنيهم عن مغادرة البلاد وتشجيعهم على العمل والتنمية للنهوض بأفغانستان أما عن صورة العنوان التقرير الذي تم تداوله مع الخبر المكدوب فهو من موقع The Wall Street Journal الذي لم يتحدث عن خطبة الجمعة ولم يذكر تسليم البنات فوق السن الخمسة عشر عاما ولكنه ذكر أن قادة طالبان طالب المجتمعات بتسليم النساء غير المتزوجات ليصبحن زوجات لمقاتليهم وهو ما نفاه المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد واصفا الخبر بالكاذب ومؤكدا أن مثل تلك الأفعال تتعارض مع أحكام الإسلام وتنتهك التقاليد الثقافية للبلاد أثارت صورتان لمراسلة CNN في أفغانستان جدلا كبيرا حيث تداولت حسابات وصفحات عربية وأجنبية صورتين لكلاريسيا وورد تردد في إحداهما عباءة وتغطي شعرها أما في الأخرى فتظهر حاسرة الرأس مع الادعاء بأن ارتداء المراسلة الأمريكية الحجاب جاء بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل صورة المراسلة بالحجاب حديثة بالفعل وجاءت بعد سيطرة حركة طالبان على العاصمة الأفغانية كابل إلا أن كلاريسيا أبدت دهجتها من الجدل الذي أثرته الصورة وتحولها لميم ساخر وأوضحت أن الصورة العلوية بدون حجاب كانت من داخل مجمع خاص أما الصورة الأخرى فكانت من شوارع كابل وأكدت أنها دائما ما تضع غطاء الرأس في شوارع كابل حتى قبل سيطرة طالبان على العاصمة ودائما في أفغانستان ومع طالبان وقصة عجيبة غريبة تداولتها حسابات وصفحات عربية وإنجليزية وهي عبارة عن مقطع فيديو يظهر بعض الأفراد الملتحين الذين يرتدون زيا أفغانيا وهم يرقصون على أغاني أجنبية المقطع جاء مع تعليق طالبان بعدما استولوا على ديسكو القاعدة الأمريكية الحقيقة هي أن المقطع المتداول لا علاقة له بأفغانستان ولا بحركة طالبان فهو متداول على يوتيوب منذ شهر مارس الماضي على قناة اسمها بانو دي جي وبانو منطقة في الباكستان تقع جنوب مديرية خيبر باغتون هو أي أن المقطع صور قبل سيطرة طالبان على كابل بخمسة أشهر كاملة كما أنه ليس من أفغانستان أصلا ونستمر مع الملف الأفغاني ومنشور تفرق دمه بين الحسابات وصفحات الخليجية والمصرية ونرى فيه جزءا من بيان اتحاد علماء المسلمين عن الأوضاع في أفغانستان يؤكد أن وصول حركة طالبان للحكم في أفغانستان إرادة ربانية لتعزيز الإسلام وفتح مبين ضد احتلال طغاة وكل من يعارض الحكم الإسلامي الذي تتبناه طالبان فقد عارض مقاصد الشريعة بالبحث والتحري تبين أن المنشور برمته زائف حيث لم يتضمن بيان رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أحمد الرئيسوني تلك التصريحات وكل ما في الأمر هو أنه هنأ الشعب الأفغاني بخروج القوات الأمريكية والأوروبية وذكر أن الاتحاد يتابع التطورات في أفغانستان ويعكف على دراستها وقد أثنى الاتحاد على لسان رئيسه الرئيسوني على خطوات طالبان التي أبدت من خلالها التسامح والعفو وفتح السجون والمعتقلات وإخراج من فيها ما يدفع للتفاؤل بالمرحلة الجديدة والأجواء التصالحية والتسامحية داعيا لأن يكون ذلك دائما وليس مؤقتا مؤكدا أن أفغانستان بحاجة لكل أبنائها وكل فئات الشعب على اختلاف مذاهبه واتجاهاته ودعا بيان الاتحاد جميع المذاهب والأجناس والأعراق للتلاحم وأن تجمعهما المصلحة الأفغانية وكذلك دعا لبناء مؤسسات صلبة للدولة الأفغانية دون إقصاء أو استثناء وإلى الحسابات العربية المؤيدة للرئيس التركي رجب طيب أردغان وتداولها لمنشورات وتغريدات جاء فيها أن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إننا قد نرى في المستقبل القريب السفن التي تحمل العلم التركي الأحمر تهيمن على بحر إيجا وشرق البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود لتصل حتى المحيطين الأطلسي والهندي المنشورات والتغريدات لم تحدد وسيلة إعلام أمريكية بعينها وبالرغم من أنها وسعت منهم شوي في موضوع الهيمن على المحيطين الأطلسي والهندي لكننا لم نيأس وبحثنا بالكلمات المفتاحية باللغتين الإنجليزية والعربية ولم نعثر على أي نتيجة وهذه النوعية من الأخبار تفرز لها وسائل الإعلام التركية الرسمية مساحات كبيرة عادة خاصة فيما يتعلق بتقارير الغربية التي تشيد بالصناعات العسكرية التركية ولذا كفاية هبد رحمكم الله ومن خرافات صفحات العربية المؤيدة للرئيس التركي رجبطي بردوغان إلى صفحات الوطنية التونسية وإصرارها على الترويج لهذه الصورة مع تعليق يقول منقذ تونس من الإرهاب والفساد الصورة بالفعل لقيس سحيد الرئيس التونسي وتم تلاعب بها ببرنامج فوتوشوب ليظهر كأنه صغير في العمر وسبق أن نشرتها قناة العربية ضمن تقارير عن القرارات الدستورية الأخيرة لسعيد مع تعليق يقول رحلة كاتب نهاية الأخوان وفي تونس أيضا وقصة من إبداع الصفحات الوطنية هناك ومنشور لوزعي المعي يقول الحرس الوطني التونسي يفوز بالمرتبة الأولى عالميا في مجال مكافحات الإرهاب حسب تقرير لقناة بي بي سي بالطبع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي لم تنشر هذا الخبر أو ما يشبهه بل ولم ترد على هذه المعلومة في أي وسيلة إعلام عربية أو أجنبية محترمة غير أنه وبعد البحث تبين أن مواقع تونسية نشرته عام 2017 ونبقى مع الأخبار السريعة من تونس الخضراء ومنشورات أشعلت موقع فيسبوك جاء فيها الغنوشي لصحيفة تركية كنا سنصوت على مشروع زوجة الثانية كنا سنصوت على شهرية بخمسمائة دينار لكل بطال كنا سنلغي فيزا مع عشرين دولة وعندما علموا بالقوانين انقلبوا علينا هذه الفبركة حيرتنا وأتعبتنا إذ أن الغنوشي بكل تأكيد لم يصرح في أي شيء ورد فيها والأعجب هو أننا لم نفهم غرض من يروجون له في تونس أيضا ولكن مع إبداع الصفحات الوطنية المصرية وخبر يقول الرئيس التونسي يصدر أمرا بمنع دخول كافة المنتجات التركية إلى بلاده ويعلن الحرب الاقتصادية على أنقرة الفرحان باحتئر الخواناء يوقع تحياء مصر بالطبع المنشور هبد في هبد إذ لا توجد أي أخبار عن مقاطعة تونس للبضائع التركية بل أن تونس تسعى إلى مراجعة عاجلة لاتفاقية تجارية كانت قد أبرمتها مع تركيا قبل 16 عاماً وأقدمت تونس على هذه الخطوة في محاولة لحماية الإنتاج الوطني بحسب ما نقلت صحف محلية عن وزير التجارة التونسي محمد بوسعيد الذي وصف الميزان التجاري لبلاده مع تركيا بغير المؤاتي وكانت تونس وتركيا قد وقعتها اتفاقية تجارة حرة عام 2005 في إطار الجهود المبدولة لتعزيز العلاقات بين البلدين وقال نبيل العرفاوي مدير تعاون في أوروبا في وزارة التجارة التونسية إن مفاوضات ستجرى مع الجانب التركي خلال الأسبوع المقبلة وستكون مفتوحة على تعديل الاتفاقية أو حتى إلغائها وإلى منشور تفرق دمه بين المفبركين العرب ونصه رئيس جهاز المخابرات الأمريكي بعد استقالته في تصريح انقلب كل الموازين في العالم وهو الاعتراف الثاني بعد اعتراف هيلاري كلينتون لقد أخطأنا في حق الربيع العربي بمحاولة الانقلابات في مصر وثونس وسوريا وليبيا كان تخطيطا غير مدروس وتم صرف مليارات الدولارات على منظمات المجتمع المدني والحقوقية بداخل الدول المزعومة بلا أي داعا وكان من السلبيات ظهور داعش الإرهابي الذي يهدد العالم كما أخطأنا في العراق وتدمير الجيش العراقي حاولت إدارة أوباما تدمير الجيش المصري وتقسيم الأراضي المصرية إلا أننا فشلنا فشل ذريع كان نتيجة تخطيط غير مدروس بالمرة ونتج عنه تفشي داعش الإرهابي بسوريا الصورة المتداولة مع المنشور تعود لمايكل هايدن الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية لكنه خرج من الخدمة عام 2009 وشغل المنصب من عام 2006 حتى عام 2009 أي كانت فترة خدمته قبل ثورات الربيع العربي التي اندلعت عام 2011 وهذا يكفي لنفي المنشور المتداول ولأنه غير واقعي أن يصرح بذلك الكلام ولا توجد له أي تصريحات بذلك الشكل أصلا كما أن هايدن عمل في إدارة جورج دابليو بوش حتى الأيام الأولى من تولي باراك أوباما الرئاسة الأمريكية في يناير 2009 وليس منطقيا أن أعلى مسؤول في الاستخبارات يوجه انتقادات لرؤساء عمل تحت إدارتهم خاصة بوش صاحب قرار غزو العراق ولا يوجد له أي تصريحات ندم فيها على قرار دخول العراق بل أعلن عن موقفه سابقا من التدخلات العسكرية الأمريكية في المنطقة وفي عام 2016 أجرى حوارا تلفزيونيا قال فيه أن التدخل الأمريكي في العراق كان قصة نجاح لأن الرئيس بوش ثبت على ذلك وكما انتقد عدم تدخل الرئيس الأمريكي أوباما في سوريا وقال أنه كان لابد من تسليح بعض الفصائل هناك يوجد تصريح مشابه قليلا للمتداول لكن كان لنائب مدير السيايئي السابق مايكل موريل حيث قال أن الاستخبارات أخطأت بتقييم نتائج الربيع العربي الذي شهدته عدة دول في الشرق الأوسط ملقيا الضوء على ما جرى في ليبيا ومصر فاصل قصير مشاهدين نستكمل بعده فقرات كوليغراف ابقوا معا بعد الفاصل ما حكاية المرأة التي انتظرت أحد عشر عاما لتصبح أما فماتت أثناء الولادة ومن هي الفنانة التي تستطيع رسم أي شيء بعد نظرة واحدة ولماذا قاض رجل صيني زوجته بسبب قبحها مرحبا بكم مرة أخرى وإلى فقرة زيف عشوائي حيث نفند الأخبار التي لا نعتقد أن وراءها دوافع سياسية أولى قصصنا حزينة يائسة بائسة يرق لأجلها الحجر الأصم نرى فيها صورتين اثنتين أما الحكاية نفسها فيرويها رواد تويتر وفيسبوك بنفس الصيغة وتقول صورة حقيقية بعد العملية مباشرة والتي استمرت مدة سبع ساعات طفل حديث الولادة في أحضان أمه المتوفاة على اليمين طبيب يبكي كانت الأم مريضة بمرض خطير ولا يمكن أن يولد الطفل المرأة التي انتظرت طفلها مدة 11 عاما معرضة لخطر كبير وأما إنقاذ الطفل أو أمه وعلى الرغم من أن الطبيب فعل ما في وسعه لمدة سبع ساعات فإنه لا يستطيع إنقاذ الطفل والأم معا وفي النهاية قرر الطبيب تنفيذ ما طلبت الأم منه وهو إنقاذ الطفل على حساب حياتها تأخذ الأم الطفل بعد الولادة في حضنها لآخر مرة وتقبله وتحضنه لمدة دقيقتين وتبتسم ثم تغلق عينيها وتفارق الحياة تموت ولا لاف من الأمهات كل عام أثناء الولادة في جميع أنحاء العالم ولا تبقى إلا الذكريات المؤلمة هناك أمور إنسانية سامية لا يجب أن نجهلها في الحياة وأهم بكثير من حياة فاضي بالبحث عن حقيقة القصة المتداولة ذات الحبكة الدرامية التي تفوقت على دراما الأفلام الهندية تبين أنها مفبركة فصورة الرجل الباكي لم تكن لطبيب حزن على وفاة أم بعد ولادة طفلها بل الصورة لأب وهو يبكي فرحاً بولادة ابنه كما أن خبر وفاة الأم بعد الولادة كاذب ولا أساس له من الصحة وقد خرجت المرأة الظاهرة في الصورة من المستشفى بعد الولادة بصحة جيدة ولم تكن مريضة من الأساس كما دعا نشره القصة أما الصورة الأصلية فنشرت في الثالث من فبراير من عام 2016 على صفحة المصورة التركية ميربي تريت أوغلو المتخصصة في نشر صور الموليد واللحظات السعيدة الخاصة بالأمهات والرضع وأعاد نشرها عبر أنستجرام مصور تركي أيضاً يدعى متين أوزجان عام 2017 مع تعليق يعيش بعض الأباء هذه اللحظات الجميلة أنا سعيد لأنني أصبحت أباً قتلوا الأم والأب عملوا دكتور وأثلاموا حوارات أحولوا لحظات الفرح والسعادة لحزن وغم عقب صورتها وهي ترسم لوحاتها المذهلة يرسلها الناس إلى بعضهم البعض عبر تطبيق واتساب ودائماً مع نفس التعليق ويالا العجب الرسامة الأمريكية بروك روثشانك تقوم برسم أي مدينة تقع عليها عيناها من أول نظرة وبدقة عالية والغريب في الأمر أنها تعاني من مرض التوحد كاد فريق الإعداد أن يبكي تأثراً لكن لم يفعل ذلك لأن القصة مفبركة والمعلومات خاطئة فالفتاة ظاهرة في الصورة ليست أمريكية ولا تدعى بروك روثشانك ولا هي مصابة بالتوحد كما أنها لا تستطيع رسم أي مدينة بمجرد أن تقع عيناها عليها للحظة واحدة الحقيقة هي أن هذه هي الفنانة والرسامة البريطانية أوليبيا كيمب والتي تتمتع بموهبة في إبداع رسومات معقدة ومفصلة وأحياناً تكون خيالية وسوريالية أو من ذكرياتها الخاصة حيث تقوم بتحويل الصور الفوتوغرافية والرسومات التخطيطية إلى رسومات باستخدام قلم الحبر ويستغرق إنجاز اللوحة الواحدة عدة أشهر وقد شاركت أوليبيا بأعمالها في معارض عديدة في بريطانيا وأمريكا وغيرها لكن بمزيد من البحث تبين أن هناك بالفعل فنانة أمريكية تدعى بروك روثشانك وهي رائدة في فن النمنمات حيث تستطيع رسم لوحات 3D غاية في الصغر والدقة لأشياء يومية تحيط بنا ولها أكثر من 70 ألف متابع على حسابها على إنستجرام وهي أيضاً لا تعاني من مرض التوحد وإلى قصة تعجبنا منها وذهلنا فهي رائجة مائجة على الحسابات العربية على فيسبوك نرى فيها صورة تجمع رجلاً وسيماً ذو ملامح آسيوية وفتاة جميلة وثلاثة أطفال مع الإدعاء بأن الصورة لرجل صيني قام بمقاضات زوجته بعد أن فوجئ بإنجابها لثلاثة أطفال قبيحي المظهر والمنظر ولا يشبهونه أو يشبهونها ما دفعه إلى اللجوء إلى تحليل الحمض النووي فتبين أن الأطفال شرعيين وأن زوجته أجرت ثلاثة عمليات تجميل لوجهها في كوريا الجنوبية قبل أن تتعرف عليه فتقدم بدعوى طلاق وتعويض وبالفعل حصل على الطلاق وتعويض 120 ألف دولار حيث اعتبر القاضي الأمر خداع واحتيال لأن الأطفال يحملون جينات النسخة القديمة من الأم ولا يقبلون التحديث القصة مفبركة وهي في الأساس جزء من حملة ترويجية قام بها مركز تجميل تايواني في عام 2012 لإقناع الناس بإجراء عمليات التجميل وتم تعديل ملامح الأطفال في الصورة ليظهروا بعيون صغيرة وأنوف مسطحة ووضع مع الصورة تعليق يقول كل ما عليك أن تقلق بشأنه هو توضيح ذلك للأطفال أو للأولاد أما بالنسبة لقصة الزوج المخدوع فقد اختلقتها صحيفة صينية وترجمتها مواقع عشوائية في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا فحظيت بتفاعل ومشاركات واسعة وهو ما أضر بالعارضة التايوانية الظاهرة في الصورة وتدعى هاي دي جي بحسب ما روت في مقابلة لها مع بي بي سي حيث أوضحت أنها انفصلت عن حبيبها بسبب انتشار هذه القصة كما أضرت بسمعتها المهنية وإلى صورة تظهر غرفة تم تصميمها على شكل فم إنسان الصورة دعا ناشروها على فيسبوك أنها تظهر عيادة لطبيب أسنان وأن كل مريض يجلس على الضرس الذي يؤلمه وجاءت التعليقات لتعبر عن جمال الفكرة ولم تخلو التعليقات من بعض التعليقات الساخرة التي تساءلت وماذا لو كانت السنة من الفك الفقني كيف بيؤد؟ البحث العكسي عن الصورة التي لم يذكر ناشروها أي معلومات عنها وعن مكانها أو في أي بلد تبين أنها ليست لعيادة طبيب أسنان ولكنها قاعة تعليمية صغيرة تحمل اسم Bright Smile يضمها متحف للأطفال في سان خوسي بكوستاريكا حيث يضم المتحف أكثر من أربعين قاعة تعليمية صغيرة تنظم بشكل دائم أنشطة تعليمية تهدف لتعليم الأطفال بطريقة فريدة وجديدة من خلال اللعب والتجريب والمرح بحيث تزيد من رغبتهم وفضولهم في التعلم والتفاعل الاجتماعي وقد تم اتتاح المتحف في عام 1994 آخر حكاياتنا في زيف عشوائي تروج لها حسابات يمنية ونرى فيها صورة لطائرة تشبه الكونكورت وملخصها أن فرنسا قررت عام 1999 الشروع في مشروع سري لإنتاج طائرات لا يرصدها الرادار شبحي وبعد الانتهاء قامت فرنسا بتجربتها حيث عبرت البحر المتوسط ودخلت أجواء كل من لبنان والسعودية وسوريا ومصر واليمن ولم تتمكن أي من هذه الدول من رصدها فقد سمع صوتها دون تحديد هوية الدولة التي أقلعت منها كادت فرنسا أن تحتفل بالإنجاز الضخم ولكن اتصالا من السفير الفرنسي في اليمن أفسد الفرحة حيث أبلغهم احتجاج اليمن الشديد على اختراق أجوائه أصيب العسكريون الفرنسيون بالدهشة وشكت المخابرات الفرنسية في وجود رادارات لدول كبرى على التراب اليمني إلا أن الأقمار الصناعية لم ترصد شيئا وفي صباح اليوم التالي تنازلت فرنسا عن كبريائها وأرسلت شيكا بمبلغ مائة مليون دولار لليمن كتبا في خلفيته نرجو منكم إخبارنا عن نوعية الرادار الذي كشف طائرتنا رد اليمنيون لا رادار ولا حاجة بعدما سمعنا صوت الطائرة سارعنا بتقديم مذكرات احتجاجا لكل السفرات الأجنبية في اليمن كلهم ردوا الطائرة ليست لنا إلا السفارة الفرنسية ردت باعتذار فعرفنا أن الطائرة لكم لا شك أن الحكمة يمانية إلا أن القصة مفبركة ولا أصل لها وأثناء البحث عثرنا على نسخ أخرى من القصة مع الإدعاء بأن الدولة التي كشفت الطائرة الفرنسية هي ليبيا أو سوريا أو تونس وتاهى الانتصار في زحمة السوشال ميديا وتفرق دمه بين الدول العربية ولكن المنشورة يعني أن فرنسا نجحت بالفعل في إنتاج طائرة شبحية ولم تفشل ولكن ذلك غير صحيح فاصل قصير مشاهدنا بعده نستكمل فقرات بوليغراف ابقوا معكم بعد الفاصل في فقرة في العمق نكشف جدل الدائرة حول الجرعات المعززة للقاح كورونا ونصارض مقالا عن دعم باكستان لحركة طالبان ومقالا آخر عن ضرورة استخدام القوة لحماية الديمقراطية مرحبا بكم مرة أخرى سمحت الولايات المتحدة مؤخرا بإعطاء جرعة ثالثة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا للذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة والذين يعانون من أمراض مزمنة ضمن إطار مكافحتها لمتحور دلتا صاحبت القرار موجة من ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى كم هائلا من المعلومات الخاطئة والمغالطات دون أن ننسى أصحاب نظريات المؤامرة الذين وجدوا في الجرعة الثالثة مناسبة جديدة لاستعراض آخر ما توصل إليه خيالهم الخصب نتعرف معكم على ردود الفعل حيال الجرعة الثالثة للقاح الخاص بكورونا في التقرير الثالث معد وفتاك خطورة وباء كورونا لا تقتصر على الإصابات فقط بعد كل هذه الشهور لازلنا نعاني من وباء آخر يلازم كورونا كظله مع كل متحور جديد أو دراسة علمية حديثة نجد كم من هائلا من المغالطات والأخبار الزائفة تجتاح مواقع التواصل يتناقلها الناس دون تفكير وتمهيز آخر فصول وباء المعلومات غير الدقيقة كان في قرار الولايات المتحدة السماح بإعطاء جرعة ثالثة من لقاح كورونا لمن يعانون من نقص المناعة والأمراض المزمنة كوسيلة وقاية من المتحور دلتا شديد العدوى في الثامن عشر من شهر أغسطس الجاري وبعد موافقة هيئة إدارة الغذاء والدواء أصدر كبار مسؤولي قطاع الصحة في الولايات المتحدة قرارا يجيز تلقيح الفئة الأكثر تعرضا لمخاطر كوفيد-19 للمرة الثالثة استنادا إلى دراسات حديثة تفيد بضرورة تلقي جرعة ثالثة لمن طعم في بداية العام الجاري بضمان الوقاية من متحور دلتا الذي أظهر نوعا من المقاومة ضد اللقاحات القرار الأمريكي يشمل كل من تلقى لقاحات فايزر وموديرنا وجونسون جونسون سربت الأنباء للإعلام قبل صدورها رسميا ما أفسح المجال لموجة من الجدل تصدرها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عبر شاشته التلفزيونية المفضلة فوكس نيوز ظهر الرئيس الأمريكي السابق مصرحا بأمر لاقى رواجا لدى أصحاب نظرية المؤامرة أعتقد أن الجرعة الثالثة صفقة مربحة لشركة فايزر قال ترامب وأضاف أن الأمر سيعود بمئات الملايين من الدولارات على أصحاب الشركات الأدوية تصريحات ترامب داعبت خيال أصحاب نظريات المؤامرة سارعوا إلى تناقلها عبر صفحاتهم على مواقع التواصل من ضمنهم المقدم الإذاعي أريك نيبوت في مقطع مصور نشره عبر صفحته على فيسبوك نيبوت دعا متابعيه البالغ عددهم حوالي 66 ألفا إلى المقاومة موقف لاقى أصداء مماثلة في منشور للإعلامية المحافظة كانديس أوينز فقد نشرت عبر صفحتها على فيسبوك تغريدة علقت فيها نحن نشهد تحولا من الحروب التي لا تنتهي في الشرق الأوسط إلى إنفاق الملايين من الدولارات على فحوصات كوفيد وجرعات اللقاح الثالث قسم آخر من الأمريكيين عاربوا عن عزمهم تلقي الجرعة الثالثة نظرا لضعف مناعتهم وآخرون أكدوا تلقيهم الجرعة الثالثة من اللقاح بالفعل أما القسم الأخير فقد عبر في تغريداته عن شكوك تحوم حول الجرعة الثالثة كالإعلامية المحافظة تومي لارن لارن تسألت في تغريدة لاقت نسبة تفاعل واسع عن الجرعة الثالثة وكم مرة يجب تلقيها وقالت إن لم ترتابك الشكوك حول هذا القرار فأنت لم تعر اهتماما لما يحصل عضو الكونغريس المحافظ عن ولاية كنتاكي توماس ماسي ذكر في تغريدة أن صيدليا أخبره بأنه يجب معرفة رسبة الأجسام المضادة في الجسم قبل إعطاء الجرعة الثالثة مضيفا أنه يجب أن يعتمد هذا الإجراء قبل تلقي الجرعة الثالثة من لقاح كورونا بعض الأطباء كطبيبة الأمراض المعدية سيلين جاوندر وجهت أسئلة عما وصفته بالعجلة لإعطاء الجرعة الثالثة خاصة أن جرعتين لقاح توفران وقاية مرتفعة من أعراض كوفيد-19 حسب ما ذكرت في تغريدتها البعض من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وجد في قرار الولايات المتحدة بإقرار الجرعة الثالثة نوعا من التمييز وذهب إلى تسميته بنظام فصل عنصري صحي يعطي أفضلية للدول الغنية على حساب الدول الفقيرة مستشهدين بنداءات منظمة الصحة العالمية عبر رئيسها تدروس أدهانوم جبريسوس المطالبة بتأجيل الجرعة الثالثة من لقاح كورونا في تغريدة لاقت رواجا واسعا شدد الطبيب والباحث في جامعة شوكاغو ويليام إف باركر على أن 200 مليون جرعة إضافية في الولايات المتحدة ستعزز الفصل العنصري الصحي بحسب رأيه مشيرا إلى أنه يرفض تلقي جرعة ثالثة دون أدلة علمية دامغة ارتدادات سقوط العاصمة الأفغانية كابل ما يزال يسمع صداها في كل أرجاء العالم ويبدو أنها ستتصدر عنوين الصحف والأخبار لوقت من الزمن وتجند لها الأقلام والتحليلات لرصد تداعيات وصول حركة طالبان إلى الحكم في دولة تتموضع على تخوم قوس الأزمات العالمي في أوراسيا أحد هذه الارتدادات يرسو عند العلاقة بين باكستان والغرب التي بقيت حتى وقت قريب محكومة بالتحالف القلق مع واشنطن والعواصم الأوروبية إذ يدعو الكاتب البريطاني كايل أورتن في صحيفة التليغراف إلى فحص الحالة الباكستانية المحتفلة بانتصار طالبان بعد تصريحات المثيرة لرئيس وزرائها عمران خان والتي تفتح الأسئلتها على بنية المؤسسات الأمنية والعسكرية الداعمة تاريخيا للحركات الإسلامية الجهادية في أفغانستان يذهب أورتن إلى مراجعة السياق التاريخي للعلاقة بين باكستان والغرب بدلالة الحرب الباردة عندما كانت الاستراتيجيات حينها مبنية على تطويق الاتحاد السوفيتي ليستنتج أن إسلامباد خدعت الحلفاء واستخدمتهم لصالحها في سياق حربها الأبدية مع الهند عندما كان سعي الدائم لباكستان هو إبعاد الهند الحليف القوي للناتو عن مناطق نفوذها فقد كانت المخابرات الباكستانية تدعم الحركات الجهادية لصالحها كجزء لا يتجزأ من استراتيجيتها للسيطرة على أفغانستان ومنع التمدد الهندي في هذا البلد الذي استثمرت فيه نيودله الكثير بعد الغزو الأمريكي وبالتالي فقد بقي الطالبان العنصر الثابتة في الاستراتيجية الباكستانية لاستمرار نفوذها هناك كما يقول الكاتب ويستشهد الكاتب باحتضان باكستان جماعة برهان الدين رباني بعد أن طردهم الاتحاد السوفيتي من أفغانستان عام 1973 ومن ثم رعاية المنشق قلب الدين حكمة يار الذي أغدقت عليه الأموال والأسلحاء إلى حين إخراج الروس من أفغانستان وقيام المخابرات الباكستانية بتنظيم حركة طالبان مطلع التسعينيات من القرن الماضي يتساءل أورتن في ختام مقاله عما إذا كانت الباكستان حليفا موثوقا به بعد كل هذا الدعم للجهاديين الذين كانوا معروفا على ما يبدو لدى صناع القرار في الغرب داعيا إلى ممارسة أقصى درجات الضغط عليها ومعاملتها كنظام مارق ووضعها على قائمة الدول الرعية للإرهاب بحسب تعبيره حرفيا مقالنا الثاني لا يبتعد عن الأول سوى في مستوى المعالجة وعوميتها ففيه دعوة صريحة للمجابهة والمواجهة بالقوة وتحريض على القتال القتال لأجل الديمقراطية والقيم الليبرالية في الغرب هذه دعوة حقيقية بتنا نسمعها في الغرب ففي مقالها بمجلة أتلانتيك تستنفر الكاتبة الأمريكية آن أبلا باوم كل الحجج المناهضة لثقافة الحوار والسلام واللغة الدبلوماسية للدفاع عن القيم التي تؤمن بها وما تعتقده بأنه القيم الغربية التي غابت عنها إرادة القتال تنتقد أبلا باوم التصريحات المتكررة للسياسيين التي تستبعد الحلول العسكرية للأزمات الدولية كما حثت مع الحالتين السورية والأفغانية وكما حدثت والتي تبدو عبارات لطيفة صادرة عن عقلية مهادنة تتجنب للخراطة في الحروب المدمرة والصراعات الدامية لكن الكاتبة وبحزم شديد تقول إن هذه السياسة غير صحيحة بتاتا فالمحادثات والمفاوضات والمؤتمرات لا تغني شيئا عندما يكون هناك طرف مستعد للقتال ويجند في سبيل النصر أو يجند كل الأدوات الممكنة لإنجاز النصر على الأرض باستخدام القوة والعنف ومبديا الاستعداد للموت في سبيل إلحاق الهزيمة بالخصم وتسوق الكاتبة أمثلة عن مقاتلي حزب الله في لبنان وطالبان في أفغانستان وحتى المرتزق الروس في جزيرة القرن الذي يحاولون فرض إرادتهم بالقوة والقتال ويحققون المكاسب على أرض الواقع تتساءل الكاتبة عن جدول الأسلحة والجيوش ووكالات الاستخبارات المكلفة إن لم تستخدم في منع هؤلاء من الظفر وفرض وجهات نظرهم وامتلاك أدوات التهديد التي تصل حد امتلاك أسلحة الدمار الشامل بحسب قولها وفي هذا السياق تسلط أبلاباوم الضوء على الليبرالية الغربية التي تأخذ مسوغ وجودها تحديدا من منع المتطرفين من التمدد والاستلاء على السلطة وهذا كان مبررا خيراط الأمريكيين والأوروبيين على مدى عقود في النزاعات والصراعات الدولية وسبب تواجد القواعد العسكرية عبر العالم وتتخذ الكاتبة في ختام مقالها من سقوط كابل مناسبة لاستعادة الفعالية الدولية في ظل تصاعد التهديدات القادمة من روسيا والصين الذين يعتبرون الديمقراطية والليبرالية أيديولوجية تهدد سلطتهم ووجودهم كما تقول الكاتبة وإلى مقالنا الأخير لهذه الحلقة وهو من وحي الحديث المتكرر عن بيئات العمل والتغيرات التي طرأت عليها مع انتشار وباء كورونا إذ كثرت دراسات والأبحاث التي تعالج جودة أنتاجية الموظفين ومكان العمل والتفاعل بين المستويات المختلفة للإدارة ومتطلباتها لكننا هذه المرة نصد مقالا في صحيفة نيويورك تايمز للكاتبة بريا باركر تناقش فيه ظروف المحيطة باجتماعات العمل بغض النظر عن مستواها الإدارية وعن التكلفة المادية والنفسية التي يتكبدها الموظفون والمدراء على حد سواء لا سيما في حالة الاجتماعات المكثفة التي تصل حدا يعيق الموظفين من أداء وظائفهم إذ وجدت شركة كورنفيري للاستشارات التنموية والإدارية أن أكثر من 67% من العاملين يعانون من كثرة الاجتماعات وكثافتها لدرجة أنهم يعتبرونها بلا فائدة ومضيعة للوقت هذا فضلا عن التكلفة المادية للاجتماعات التي تقدر بمئات الملايين سنويا لهذا تقترح الكاتبة أن تعيد الإدارات وأماكن العمل طرح السؤال على نفسها بكل شجاعة لخلق مبادئ متسقة بين الموظفين ونوع العمل الذي يقومون به فقد يكفي اجتماع عدد صغير ومحدد من الموظفين للقيام بعمل معين دون وجود ضرورة لإرباك الآخرين وإشراكهم في هذا العمل ولربما تكون قراراتهم أسرع وأكثر صوابية وضعيدا عن التشويش الذي يحدث في الاجتماعات التي تشهد خطابات تنافسية بين المجتمعين فاصل قصير مشاهدنا نستكمل بعده فقرات بوليغراف ابقوا معنا بعد الفاصل في فقرة الأدوات نتعرف على أهم تطبيقات تحفيز الذهن والذاكرة ونجري حوارا حول التطعيم السنوي المحتمل ونحلل تفاعل منصات التواصل الاجتماعي مع ذكرى مجزرة الغوطة مرحبا بكم مرة أخرى نتعرف في فقرة الأدوات هذا الأسبوع على أهم خمسة تطبيقات لمحاربة ملل العطلة وهي تحفز وتدرب المخ وتساهم في تحسين الذاكرة برامج صممت علمياً باستهداف مناطق محددة في الجهاز العصبي والسيطرة على العواطف والمشاعر الضارة مثل القلق والاكتئاب التفاصيل في هذا التقرير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة تتجه عدة دول حول العالم لأعطاء مواطنيها جرعات معززة من لقاحات كوفيد-19 مع ازدياد الإصابات بالمتحور الجديد دلتا حيث تشير الإحصائيات إلى مقاومته للقاحات من جهة أخرى يقول بعض العلماء أن المناعة التي يكتسبها الفرد من اللقاحات تنخفض مع مرور الوقت ما يتطلب إضافة جرعة جديدة لرفع المناعة مرة أخرى إذا لوحظ أن العدوى تنتشر بشكل أكبر بين الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بوقت مبكر لكن الجرعات المعززة تثير الكثير من اللقاح لا سيما وأنها تؤخر من التوسع في عمليات التطعيم حول العالم بتوجيه جزء منها إلى الدول الغنية بينما يبقى سكان الدول الفقيرة غير محميين حتى الآن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب الدكتورة ميس عبسي الأستاذة في علم الأدوية والباحثة في تطوير العلاجات في الكلية الملكية البريطانية أهلا بك دكتورة بداية ونحن نسمع الكثير عن الجرعة الثالثة في بعض الدول ما حقيقة حاجة البشر لجرعة معززة من لقاح كوفيد-19؟ مرحبا وشكرا للإستضافة الآن لدينا بعض الدراسات المسمية مع بعض السريرية على بعض اللقاحات خلينا ناخد مثال لقاح مثلاً فايزر وموجرنا ولقاح أسرزانيكا الآن الثابت والواضح حالياً أنه مع الزمن خلال فترة 5 إلى 6 أشهر عم تتناقص أو عم تتراجع فعالية اللقاح في الحماية من الأعراض بالنسبة للكوفيد خلينا ناخد مثال مثلاً فايزر عم تتنقص من 88% إلى 76% لكن هذا الكلام لما نقول حماية من الأعراض لا يعني طبعاً أنه اللقاحات غير فعالة في الحماية من الإصابة الشديدة ومن الوفيات يعني لا تزال اللقاحات الرائدة كلها فعالة بشكل أكبر من 88% وحتى بتصل 90% من الحماية من الإصابة الشديدة والوفيات وهذا الشيء اللي هو النقطة الأساسية اللي تم على أساسها تطوير اللقاحات لكن كما ذكرت أنه عم تتناقص مع الزمن بأنه تحمي الشخص من أنه يصاب بالكوفيد هذا الشيء خلينا نقول أنه ظهر في بعض اللقاحات لكن بنفس الوقت هون فيه عم يستند على عدة أمور أولاً ممكن يكون السبب هو المتحور دلتا الشيء الثاني عم يستندوا في بعض الأحيان إلى البيانات اللي عم بتقول أنه الأجزاء المضادة عم تتناقص مع الزمن يعني خلال فترة خمسة إلى ستة أشهر لكن لا ننسى أن اللقاح لما نحن بناخده هو بفعل الجهاز المناعي على عدة مستويات يعني ليست فقط الأجزاء المضادة آخر دراسة اللي هي نشرة البارحة أنه اللقاح بيفعل صحيح الأجزاء المضادة بتتخفض مع الزمن وهذا الشيء طبيعي لكن في عنا شيء اسمه خلايا الذاكرة اللي هي كثير بتهمنا في إنتاج الأجزاء المضادة إذا الشخص أصيب مرة تانية بالكوفيد هاي خلايا الذاكرة بتبقى فقالة وعلى نفس المستوى حتى على العكس بس حتى ركز عن أضافة بتزيد فعاليتها مع الزمن حتى فترة 8 أشهر يعني بمعنى نحن لما نحكي عن جرعة داعمة هون إذا أخذنا نحن جرعة داعمة الشيء اللي رح يتغير فقط هو عبارة عن زيادة الأجزاء المضادة وهي رح ترجع تنخفض مع الزمن لكن بهمنا خلايا الذاكرة حتى الآن البيانات بالضلة بالأشخاص الأصحاء ليس بالضرورة أنه يحتاجوا إلى جرعة معززة جرعة داعمة ممكن نحتاجها فقط لفئات معينة يعني مثلا مثل الأشخاص اللي عندهم جهاز المناعي مثبت أو بياخدوا أدوية مثبتة لجهاز المناعة أو كبار السنين عندهم عوامل خطورة وما استجاب جسمهم بشكل طبيعي أو جيد للقاح لكن أنه نعمم نقول كل الأشخاص لازم ياخدوا جرعة داعمة هذا الشيء ما بيسند لي بيانات خلينا نقول علمية مفصلة حتى الآن طيب الدكتورة السؤالي الثاني ينبع من كشف بعض السلطات عن إمكانية إعطاء الجرعة المعززة أو المعززة من علامة تجارية أخرى هل هذا وارد؟ إذا كنا هنا عم نحكي على مسجل اللقاحات الآن مسجل اللقاحات هذا شيء مهم السبب أنه أولا يعطينا خلينا نقول مرونة في توزيع اللقاحات أنه في بعض الأحيان بعض الدول ما عم تحصل على كل اللقاحات بشكل كافي والشيء الثاني يعطينا أيضا أنه بعض اللقاحات بتزيد الاستجابة المناعية للجسم إذا خلطنا نوعين من اللقاحات مع بعض البعض هلأ نحن حتى نخلط لقاحات مع بعض البعض لازم نلحق الدليل العلمي فشو هي اللقاحات الحالية بالدليل العلمي ثبت أنه ممكن نمزج من ناحية الأمان والفعالية في عنا الدراسة الأساسية هي لقاح فايزر وأسترزينيكا والنتيجة طبعا كالتالي إما نحصل على أعلى مستوى من الاستجابة المناعية بالتصدي للفيروس أولا إذا الشخص عنده إصابة سابقة بالكوفيد وأخذ جرعة من لقاح فايزر أو مودرنا الشيء الثاني إذا الشخص أخذ جرعة أولى من لقاح أسترزينيكا ويليها لقاح فايزر الشيء الثالث إذا أخذ جرعتين من نفس اللقاح مثل لقاح فايزر أو مودرنا والسيناريو الرابع إذا كان أخذ طبعا لقاح بالعكس يعني أخذ أسترزينيكا لكن من ناحية القوة قليلا نقول بالفعالية الخيارات الأولى اللي أنا ذكرتها هي أعلى شيء لكن لما نحن نسمع في بعض الدول عم يتم مثلا مزج لقاحات سينوفارم مع مثلا إماريني لقاح الإماريني ما في عنا بيانات علمية بتدعم هذا الشيء حاليا في بريطانيا في عنا تجربة سريرة كثير ضخمة عم تبنسوش سبع أنواع من اللقاحات مع بعض البعض رح تظهر النتائج في الأسابيع القادمة لكن حتى ذلك الوقت الشيء الوحيد الممكن نمزجه نعطي جرعة أولى من أسرزينيكا والثانية من لقاح فايزر طيب دكتورة هناك كلام عن الخلط بين التركيبة الكيميائية للقاح الذي يعتمد على تضعيف الفيروس أو الفيروس المضاعف واللقاح المصنع اعتمادا على التعديل في الـ RNA هل هذا يغير من ضمان التحصين من فيروس كورونا مستقبلا؟ الآن لما نحن نحن نحكي عن اللقاحات اللي بتعتمد على الفيروس اللي تم تعطيله بحيث أصبح غير ممرض في عنا كثة لقاحات اللقاح الهندي ولقاح سينوفارم الصيني لأن البيانات اللي مش شفناها حتى الآن وخاصة اللقاح سينوفارم وصينوفاك إنه خلال 8 أشهر عم تنزل الحماية أو فعالية اللقاح وخاصة عنده كبار السن يعني اللي عنا فوق الخمسين سنة حتى في بعض الأحيان لما نحكي عن المتحور دلت عم تكون الحماية ضعيفة عند كبار السن لهذا من هالمنطلق اتجهوا تباعة الهيئات الصحية إما أنه بتتعطي جرعة ثالثة بالنسبة لهاللقاحات اللي بتعتمد على مثلما أن الفيروس ككل أو أنه نمزجه مع اللقاح الإماريني حتى الآن ما في عنا دراسة تدعم أنه كيف قد يتم المزج لأنه من ناحية العلمية ممكن المزج وممكن أنه هذا الشيء يعطينا استجابة منعية أقوى لكن نحن دائما نمشي مع التجربة السريرية لازم نأكد هالموضوع بالتجربة السريرية لنتأكد أنه ما يصير في عنا آثار جانبية أكتر لأنه لا ننسى إذا مزجنا اللقاحات مع بعض البعض ممكن أنه يصير في عنا آثار جانبية بشكل أكبر فهذا الشيء لهيك نحن نعمل التجربة السريرية أولا نتأكد بعده طبعا ممكن أن هذا الشيء أنطبق بشكل عملي طيب دكتورة نتساءل أيضا معك عن إمكانية تلقينا في المستقبل لجرعات سنوية من لقاحات كوفيد 19 هل يمكن أن يكون هذا خيارا فرديا أم أنه سيكون ضروريا بدرجة التي نحس بها الآن من السيناريوهات ممكن تحصل إذا كان نحن مثلا اللقاحات أو المناعة حاليا نحن ممارسة أدبة تستمر ممكن تستمر اعتمادا على خلايا الذاكرة والدراسات التي ذكرتها ممكن تستمر سنة ممكن تستمر أكثر من ذلك ممكن ينتهي الأمر أنه نأخذ لقاحات مثل لقاحات الأنفلونزا سنويا وهذا يعني طبعا أنه نضطر أنه نحمي الأشخاص الذين أكثر عرضة للإصابة بالكوفيد يعني أو عندهم عوامر خطورة مثل كبار السيمة العاملين في المجال الصحي وهذا الشيء طبعا عم نستند إذا ما كان في عنا أشكال متحورة بشكل أكبر يعني حتى الآن نحن اللي عم نحكي عنه هو المتحور ديتل هو الأسرع انتشار اللي هو عم بسبب ممكن ما شفنا أنه في بعض الأحيان عم بيكون مقاومة لبعض أنواع اللقاحات وإن كان بشكل جزئي لكن مع ذلك كما ذكرت ممكن أنه نضطر نأخذ لقاح سنوي وهذا الشيء منه مستبعد ومنه أمر صعب لكن حتى ذلك الحين أعتقد أنه مفروض أن الشخص أي لقاح متوفر يأخذه لأنه البيانات اللي نشرت البارحة الشخص اللي ما بيأخذ اللقاح هو أكثر عرضة بخمس مرات للإصابة بالكوفيد والشخص اللي ما بيأخذ لقاح هو أكثر بعرضة ثلاثين مرات لأنه ينتهي فيه الأمر بالمشفى من الشخص اللي أخذ اللقاح شكرا جزيلا لك دكتورة ميس عبسي الأستاذة في علم الأدوية والباحثة في تطوير العلاجات شكرا جزيلا البريطانية كنت معنا عبر خدمة سكايب من لندن شكرا جزيلا في الحادي والعشرين من شهر أغسطس الجاري حلت الذكرى السنوية الثامنة لمجزرة الغوطة الشرقية في سوريا حيث أن النظام السوري أطلق قذائف صاروخية محملة بغاز السارين على ضاحية العاصمة السورية التي كانت تسيطر عليها فصائل المعارضة المسلحة عام 2013 الهجوم بالأسلحة الكيميائية أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص غالبيتهم من الأطفال والنساء فيما ما زال الألاف من سكان المنطقة يعانون من أمراض تنفسية مختلفة بسبب استنشاقهم للغازات السامة في الثاني عشر من شهر فبراير عام 2014 توصلت لجنة التحقيق الدولية تابعة لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمعنية بسوريا إلى أن الأدلة المتوفرة بشأن طبيعة العوامل الكيميائية المستخدمة في الحادي والعشرين من أغسطس ونوعيتها وكمياتها وأنه قد توفرت للجنات إمكانية الوصول إلى مخزن الأسلحة الكيميائية تابعة للجيش السوري فضلا عن الخبرة والمعدات اللازمة لاستعمال كمية كبيرة من العوامل الكيميائية بأمان النظام السوري رفض النتائج التي توصلت إليها اللجنة الأممية وأكد أن فصائل المعارضة المسلحة هي من استهدف الغوطة الشرقية بغاز السارين من جانبه أصدر الاتلاف الوطني لقوة الثورة والمعارضة السورية بيانا مطولا في ذكرى ضرب الغوطة الشرقية بالأسلحة الكيميائية قال فيه أن مواقف المجتمع الدولي من مجزرة الغوطة تحولت إلى فضيحة سياسية وقانونية وإنسانية خصوصا بعد صفقة عار مخزية نصت على تسليم أداة الجريمة وترك الجاني طليقا ردة الفعل الدولية على مجزرة الغوطة حين وقوعها كانت بالفعل مخيبة للأمال إلا أن الأمم المتحدة تبنت قرارا في عام 2017 باعتبار 21 من شهر أقاب أغسطس يوما دوليا لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الناشطون السوريون من جانبهم أحيوا ذكرى مجزرة الغوطة بالترويج لعدد من الوسوم على منصة تويتر كان من أبرزها مجزرة الكيماوي لا تخنقوا الحقيقة الغوطة مجزرة الغوطة الخوض البيضاء الغوطة الشرقية كيماوي الغوطة بشار الكيماوي ذكرى مجزرة الكيماوي أدواتنا الرقمية كشفت أن وسمة مجزرة الكيماوي كان الأكثر انتشارا بين السادس عشر والثالث والعشرين من الشهر الجاري حيث ظهر في ألفين تغريدة أصلية أعيد نشرها سبعة آلاف مرة التغريدة الأكثر انتشارا كانت بقلم الباحث العراقي الدكتور لقاء مكي وقال فيها تعيد لي ذكرى مجزرة الكيماوي في الغوطة مشاعر تجربة مهنية قاسية فقد علمتني سنوات عملي طويلة في الأخبار واختصاصي الأكاديمي فيها على ضبط مشاعري وتجنب تعاطفي مع أي طرف لكن تلك المجزرة أرهقتني بشدة وحصلت تغريدة مكي على أقل من سبع مائة إعجاب بقليل وأعيد نشرها مائة مرة التغريدة الثانية من حيث الانتشار كانت بقلم الناشط السوري محمد خيركنجو وأعيد نشرها أكثر من مائة مرة حيث أدان فيها صمت المجتمع الدولي التغريدة الثالثة من حيث الانتشار والتفاعل كانت بقلم الزميل لا صبا مدور وأدانت فيها ردة فعل المجتمع الدولي وقالت وفي قذارة الصمت الذي ساد العالم إلا من فقاعات صوتية بين خط أحمر وضوء أخضر أتذكر بمرارة غباء وقبحة وتفاهة من شمت وشكك بمجزرة الغوطة هؤلاء عبارة عن أسوأ ما يرمى في مزبلة التاريخ هاشتاغ مجزرة الكيماوي الحوار المجتمعي حول ذكر المجزرة كان خياليا أو خاليا من النشاطات الإلكترونية المشبوهة ولم تتجاوز نسبة الحسابات التي تعمل بطريقة آلية نسبة 5% رحم الله شؤداء مجزرة الغوطة ورفع الغمة عن سوريا بهذا مشاهدين نصروا إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من فوليغراف إذا كنتم تشاهدون عبر تلفاز أو عبر منصات العربي على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنكم مشاهدة المزيد من القصص التي لم يتسع وقت الهواء لها عبر يوتيوب وانتظرونا الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن مع حلقة جديدة وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله اشتركوا في القناة